رواية رحلتي مع القرآن مقدمة المؤلف ينتقد العديد من الناس بأننا لم نواكب العلم والتكنولوجيا الحديثة وأن المسلمين دائما في الركب الخلفي من مسيرة التطور سواء في مجالات العلوم الصناعية أو الفلكية أو الطبية وغيرها وهذا صحيح ولهم الحق في نقدهم هذا هل فكر حدنا يوما في سبب ذلك؟ وهل الإسلام يخالف هذه العلوم ويضع العراقل أمامها؟ كلا وألف كلا متى كان القرآن يدعو إلى الكسل والخمول وتعطيل العقول؟ في أي آية منع القرآن التطور والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا في رقي الإنسان وتكامله أنا أجيب على هذا التساؤل وأقول أن السبب الأول والأخير في تخلفنا في مجالات العلوم وبمختلف أصنافها إنما هو تعطيل عقولنا وعذم التفكر لاكتشاف الحقائق والقوانين التي جعلها الله في خلقه على الرغم من أن الله تعالى أعطى لنا مفاتيح هذه العلوم في مئات من الآيات التي نمر عليها مر الكرام نعم نحن نختم القرآن من الجلد إلى الجلد فرحين بأننا ختمناه كذا مرة وفي كل ختمة لا نتدبر في آية واحدة منه وكأن القرآن أنزل للتلاوة فقط دول الغرب وعلمائهم صرفوا مليارات الدولارات حتى وصلوا إلى بعض مفاتيح العلوم التي أشار لها القرآن في آياته وأقولها صراحة لو كان هذا القرآن لديهم وكانوا يؤمنون ويتقون به كما نتق نحن به لذرسه كلمة كلمة بل حرفا حرفا حتى يستخرجوا منه كنوز علومهم ويختصر لهم طريقهم الذي سلكوه قبل مئات السنين أنا لا أقول أن القرآن كتاب علمي أو طبي أو فلكي فقط لا إن القرآن كتاب هداية للبشر بكل ما تحويه هذه الكلمة من معدى وواحدة من أصناف هذه الهداية هي الهداية لعلوم وقوانين الطبيعة كتابنا هذا الذي بين أيديكم والذي تسمعون له الآن يعرض بعضا من الإشارات العلمية الواردة في القرآن الكريم والتي لم يكتشفها العلم الحديث إلا في القرون الأخيرة نعرض ذلك بأسلوب قصصي ورواية لطيفة تجدب القارئ العزيزة في أحداثها وفي الوقت نفسه تثبت له صدق هذا القرآن وأنه حق منزل من الله تعالى وأنه لا يمكن لبشر أن يتحداه أو يصل إلى درجته وعظمته يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا صدق الله العظيم وطلبي ممن يطالع كتاب هذا أو يسمعه من الإخوة والأخوات أن يرسل لنا آراءهم ونقدهم له فلعلنا نستنير بها وننهل منها في طبعات الكتاب اللاحقة وعسى أن يكون عملي وإياكم هذا حسنة جارية تعيننا وتكون زادا لنا في سفر الأبدي إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة